اهلا بكم انا النهاردة ببدأ سلسلة جديدة بتجاوب على السؤال ليه الكمبيوتر بطيء ولا ليه نظام الويندوز 7 بطيء طبعا احنا لما بنحط فلاش درايف في الكمبيوتر بتاعنا على طول البوب اوب بتاعت الاوتو بلاي بتشتغل والبعض ما بتشتغلش عنده هنعالج الحالتين ولكن انا هنا هستخدم الميموري الموجودة والمتاحة في الفلاش درايفز اللي احنا بنحطها في الكمبيوتر انها تساعدنا على تزود لسرعته لما الاوتو بلاي بيشتغل بنلاقي حاجة اسمها سبيد اوب ماي سيستم ده الريدي بوست ده ببرنامج بيساعد انه يستخدم الميموري المتاحة في الفلاش درايف بتاعتك او الميموري كارد بتاعك اللي انت حطه مؤقت اللي هو موفابل بيساعدك على انك تستفيد منه في زيادة سرعة الكمبيوتر فدي اول حاجة هنعملها ان احنا نزود سرعة الكمبيوتر باستخدام الفلاش ميموري درايف اللي انت بتحطه ولابد ان تكون في مساحة كويسة متاحة للاستخدام مايكونش مليانة على الاخر وتقول لي هستخدم الجزء البقل لا لا يقل عن واحد كيكت انا هنا بتدوس على سبيد ماي سيستم زي ما انتم شايفين وبنشوف في حالة لو مش موجودة دي بنروح على ماي كومبيوتر زي ما بنشوفه روحنا على ماي كومبيوتر وعملنا رايت كليك على الرمز بتاع الفلاش درايف جابت لنا الريموبابل ديسك ان البروبرتز درابنا على البروبرتز وقاتلنا درابنا على الريدي بوست وعندنا تلات احتمالات عشان نشغل الريدي بوست ان البرنامج ان هو يستفيد من الافيلوبول الاولاني don't use this device يعني ما تستخدمهاش تاني dictate this device to ready post يعني استخدم كل المساحة المتاحة في الفلاش درايف انك انت تستخدمها انها تزود سرعة الكمبيوتر use this device يعني احنا هنا عندنا الامكانية نحرك السلايدر بار دوت وناخد الكمية اللي احنا عايزينها من المساحة دي ولكن زي ما قلت ما تقلش عن واحد جيجا بايت وكمان حاجة تانية مهم جدا ان مثلا الفلاش درايف اللي احنا بنحطه يبقى عنده مساحة متاحة تزيد عن ضعف الرمات اللي عندك لو انت عندك وان جيجا رام يعني صح انها تكون عندها مساحة فاضية اثنين جيجا رام اذا انت عندك اربعة جيجا رام يصح انها الفلاش درايف داي يكون عندها مساحة تمانية جيجا رام وها كذا انا بدوست على ابلاي واوكي وزي ما تشوفين باقي بيبدأ الريدي بوست يستغل وتشوفها حتلاقي انه هياخد الكمية من الرمات اللي موجودة متاحة اوه وبدأ يقل الاسبيس اللي فاضل اخدها وحجازها اولريدي مبقيتش تقدر تحط فيها ملفات خلاص اتحجز هذا الجزء علشان يستخدم في الكمبيوتر لانه يساعد الكمبيوتر على انه يزود سرعته ودي طريقة ازاي نزود سرعة الكمبيوتر بتاعنا وبشكركم جدا لاستماعكم لفوز اكاديمي من فضلكم اشتركوا بالموقع وحطوا كومنتات ولايك وهكذا وشير